مفاوضات وقف اطلاق النار بلبنان على الآن لا في تقدم ولا في مسار ببشر بتقدمها قريباً هيدا اللي بتأكدوا التصريحات اللبنينية والإسرائيلية من مبارح لليوم بحديث مبارح جوز نتانياهو أهداف الحرب السابقة اللي ركزت على فرض منطقة عازلة بجنوب الليطاني وصار عم يوعد اللبنينيين بتحريرهم من حزب الله وإيران كلام نتانياهو إجاب على تعصر زيارة الوسيط لأمريكية قامت هوكستين ببداية الأسبوع للبنان طرح هوكستين شوت إسرائيلية تعجيزية بتحط كل المنافس الهدودية البحرية والبرية تحت الرقابة الدولية وبتحول قوات السلام بجنوب لبنان لقوات مراقبة بحقلة تنفذ أعمال تفتيش ومدهمات رفض الجانب اللبناني التطرح ودع هوكستين لبنان وفجر نتانياهو المفاوضات بعد يومين مع التعنط الإسرائيلي رجع لبنان مبارح لشروط عالية بدل البحث بترتيبات تطبيق القرار 17-01 مثل ما صار قبل مسك رئيس الحكومة بإنهاء الحرب أولاً والتفاوض بيصير بعدين فلنا استطيع أن نلتزم بشيء قبل أن يلتزم الجانب الإسرائيلي بوقف النار وعندها يمكن أن نناقش وكل الأمور مطروحة نبيه بري لقى مئاتي على نفس النقطة بده تطبيق القرار 17-01 مثل ما هو وبقالية بنفذها الجيش اللبناني من دون أي ترتيبات إضافية بهالشكل توسعت الفرقات بالموقف التفاوضي اللبناني والإسرائيلي ورجعت الأمور لنقطة السفر